مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف الثاني اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية تعزيز مهارة القراءة والآن نص جديد إن شاء الله نجدد به بعض الكلمات ونثري المادة اللغوية عندنا فلننطلق في هذا الدرس متوكلين عربنا التهيئة نرجع إلى نشيدنا المقضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الفاروق الذي كان يوم دخوله الإسلام يوم عز للإسلام والمسلمين أسأل الله أن يعيد للإسلام عزه ومجده اللهم آمين بحبك تهتف الأمم فأنت السيف والقلم ومن فرح بك الإسلام كبر واحتفى الحرم مقامك أيها الفاروق في العلياء محترم وفي عيني رسول الله أنت الفهم والحكم وأنت خليفة الإيمان وأنت خليفة الإيمان فيك العدل والقيم شهيد الفجر شهيد الفجر والمحراب مرحى أيها العلم مرحى أيها العلم رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسانه لليوم الدين وارضى اللهم عنا معهم آمين آمين في متن التربية لهذا الأسبوع هي الإثار وقلنا أبناء العزاء أن الإثار أن تحب أخاك أكثر من حبك نفسك فتعطيه مما تحب تعطيه الشيء الذي تحبه لنفسك ومن الإثار أيضا أن يكون عندك القليل من المال أو الطعام فتعطيه للمحتاج على حبك له وليس زائدا على حاجتك وإنما شيء تحبه جدا نوع من الطعام تحبه جدا فتدخر ذلك عند الله سبحانه وتعالى في الجنة فتخرجه لمحتاج هذا قمة الإثار أن تعطي الشيء الذي تحبه وليس الشيء الذي يزيد على حاجتك ولا تريده أسأل الله أن يرزقنا جميعا هذا الخلق اللهم آمين أهداف درسنا يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يقرأ النص قراءة جهرية سليمة وقلنا أن هذا هو أهم هدف عندنا في هذه المرحلة القراءة الجيدة القراءة الجيدة ثم ننتقل إلى الهدف الثاني وهو أن يفسر معاني بعض الكلمات تفسيرا دقيقا ثم ننتقل إلى الهدف الثالث وهو أن يحدد مضاد بعض الكلمات تحديدا دقيقا صلق على بركة الله بالهدف الأول القراءة الجهرية السليمة كان هناك معلم أراد أن يختبر ذكاء طلابه معلم فعنده مجموعة من الطلاب أراد أن يختبر ذكاءهم فاختار ثلاثة طلاب وأعطى كلا منهم تفاحة وطلب منهم أن يأكلوها وطلب منهم أن يأكلوها في مكان لا يراهم فيه أحد وفي اليوم التالي أتى الطلاب فسألهم المعلم أين أكل كل منكم تفاحة؟ قال الطالب الأول قال أكلتها في غرفتي أغلقت على نفس الغرفة ولا يراني أحد وأكلت هذه التفاحة وقال الطالب الثاني أكلتها في الصحراء خرجت إلى مكان في البر بعيد لا يراني أحد وأكلت التفاحة أما الثالث فكان جوابه عجيبة جاء والتفاحة في يده فسأله المعلم لماذا لم تأكلها؟ فأجابه الطالب لأن الله يراني في كل مكان الله إجابة رائعة إجابة رائعة من طالب رائع طالب فاهم الأستاذ اشترط عليهم أن يأكلها في مكان لا يراهم فيه أحد فالأول والثاني أعتقد أنه إذا أغلق الغرفة أو خرج في مكان في الخلاء لا يراها أحد فأكل أما الثالث فقال يا أستاذ كلما ذهبت إلى مكان شعرت أن الله يراني أن الله ينظر إلي فلم أجد مكانا لا يراني فيه أحد فهنا نجح هذا الطالب في الاختبار الطالب الثالث هو الذي نجح الأستاذ أراد أن يختبر عندهم المراقبة هل هو يعرف أن الله يراه فلا يعصه سبحانه وتعالى ولا يخالف أوامره ولا يفعل شيئا يغضبه أم لا وقد نجح الطالب الثالث في هذا الاختبار الآن ننتقل إلى الهدف الثاني وهو تفسير معاني بعض الكلمات أتو أتو يعني رائعون جاءوا أو رجعوا أراد أراد الأستاذ أن يختبرهم ما معنى أراده رغب أو أحب يختبر اختبار يعني رائعون يختبر يمتحن اختبار امتحان ننتقل إلى الهدف الثالث تحديد مضاد بعض الكلمات تحديدا دقيقا حاول توصل لمضاد الكلمات التالية ذكاء معنى مضاد كلمة ذكاء معناها طبعا فطنة أما المضاد رائع ذكاء غباء سألا مرت علينا في درس سابق سألا عكس السؤال رائع الجواب إذن سألا أجاب رائع الأول رائعون الأخير الأول الأخير هناك مضادها عكسها هنا الآن ننتقل إلى هذا السؤال أقرأ الكلمة في العمود ألف ثم أصلها بمضادها في العمود باء ذكاء مضادها غباء نعم هناك مضادها هنا والكلمة الثالثة دائما تكون لمعرفة تركيز الطلاب هذه كلمة لا يوجد لها مقابل لماذا لم يأكل الطالب الثالث التفاحة لماذا رائع لأنه يعلم أن الله يراه في كل مكان ما الغرض من القصة أهم شيء من هذه القصة ما الذي تعلمنا رائع مراقبة الله الخوف من الله كل هذه مقصو دروس نستفيدها نتعلمها من القصة ملق درسنا أسئلة حول الموضوع ماذا أعطى المعلم لطلابه وماذا طلب منهم أعطاهم ماذا وطلب منهم ماذا رائعون أعطاهم أعطى كل واحد منهم تفاحة وطلب منهم أن يأكلوها في مكان لا يراهم فيه أحد السؤال الثاني أين أكل الطالب الأول التفاحة وأين أكلها الثاني رائعون الأول أكلها في غرفته والثاني ذهب إلى الصحراء لا تنسوا حل التطبيق الأسبوعي والواجب اليومي أسأل الله لكم التوفيق وأن يرزقنا وإياكم مراقبته في السر والعلن اللهم أمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر